أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان من كل هذا المعمور في المناطق المحتلة ومخيمات العزة والكرامة وأراضي الشتات واللجوء وكذلك زريبة السادس أحييكم جميعا وأهلا بكم إلى هذا الفيديو الذي سنتجول من خلاله كالعادة مع الخبر المتعلق بوادنون المحتل وبالصحراء الغربية وبزريبة السادس باختلالاتها لأن نظام المجرم السادس هو المسؤول عن كل ما يرتكب الآن من فضاعات ومن طحن للقانون ومن تجاوزات في منطقة الصحراء الغربية وفي الزريبة بشكل عام بل هو المسؤول عن فترة احتلال 45 سنة لأرض الصحراء الغربية والتنكير بالصحراويين والتشهير بهم وسبهم وشتمهم ونعتهم بكل النعوتي التي ينهل منها نظام تربية يعني قاد نقول تربية الزنقا كما يقولون في المغرب إذن سنعرش على مجموعة من التجاوزات بالحجة والدليل وهي تجاوزات يومية تجاوزات يومية يومية أصبحت يعني أوتوماتيكية أصبحت أوتوماتيكية يعني لا يتصل بك أحد إلا ليحكي لك مشكلة مع النظام لا يرسل لك أحد إلا إذا سيحكي لك عن مأساته وعن قصصه التي لا حل لها واللي سببها طبعا هو هذا النظام المتعفن هذا النظام العفن هذا النظام الذي نهل من الكراهية والحقد وعدم احترام القانون إلى أقصى درجات التعفن أقصى درجات التعفن أخطاؤه متكررة متلازمة تجاوزاته منتظمة سبحان الله منتظمة يعني لا تتوقف لا تتوقف تتوصل ببعض الأشياء وتصدم بحقيقة الزريبة تصدم بحقيقة الزريبة لا نبدأ بالملف السحراوي لأنه فيه البلاغ سبعة وستين واللي يشير إلى معلومة مهمة تتعلق بجيش الاحتلال المغربي وحينما نقول معلومة خلهم يكردوها خلهم يخزنوها خلهم يخفوها عن شعب الكليخ ولكن لن يستطيعوا إخفاهها عن الصحراويين أو المغارب الأحرار الذين يرغبون في سماع حقيقة ما يجري داخل جيش الاحتلال المغربي إذن يقول البلاغ سبعة وستين بأنه لليوم السابع وستين على التوالي هجومات أو تواصلت هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية حيث تم قصف مواقع عدة بقطاعات المحبس الفارسية البكاري وأوسرت خلال يوم أمس الأحد قصفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات العدو في المواقع التالية قصف مركز استهدف جنود الاحتلال المتخندقين بمنطقة ميطرات المخينزة بقطاع المحبس وخلال هذا القصف تم تدمير مستودع لذخيرة راجمة صواريخ معادية بي أم 21 بي أم 21 أهون لما نتكلم عن المحبس البارح في مدينة قليمي من المحتل شهدت كثير من سيارات الإسعاف القادمة القادمة من شرق المدينة وحلما نقول شرق المدينة هذه سيارات الإسعاف جاية من المحبس مغرورا بالزعق مغرورا باسا وصولا إلى قليمي من المحتل وصولا إلى المستشفى العسكري لقليمي من المحتل هذه سيارات الإسعاف لا أعتقد أنها جاية خاوية ولا أعتقد أنها لا تحمل مصابين ولا أعتقد أنها جاية رافدالا رافي طايمو رادتها من المحبس جاية قليمي من المحتل هذه سيارات الإسعاف تحمل المصابين في هذه الأعمال وحينما نقول بأنه تدمير مستودع الذخيرة تراجمة صواريخ معادية من نوع BM21 فإننا نقول أنه هدف مهم ورئيسي هدف مهم ورئيسي وقد تحقق في هذا القصف يوم أمس الأحد ذكرتنا كذلك بعض البصادر أنه عشية اليوم أو مساء اليوم هناك شاحنة عسكرية قد دخلت إلى مطار قليميم المحتل بالموازات مع تحليق لطائرة بدون طيار من مطار قليميم المحتل صباحة اليوم يعني صباحا كانت هناك طائرة بدون طيار قد أقلعت من مطار قليميم العسكري وفي عشية اليوم هناك شاحنة عسكرية قد دخلت إلى مطار قليميم المحتل ماذا قد شحن في هذه الشاحنة أو لماذا توجهت هذه الشاحنة إلى المطار أو ماذا يوجد داخل الشاحنة؟ هذا كواء علينا شوئين عرفوه إذن النقطة الثانية هو قصف مكثة في استهدف قواعد تمركز العدو في منطقة روس بن زكا بقطاع الفارسية مرتين متتاليتين وتمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة قصف عنيف استهدف قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة روس أديات شديدة بقطاع الفارسية أو الفارسية ونهار اليوم الاثنين قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نقاط تمركز قوات الاحتلال في المواقع التالية قصف عنيف استهدف جنود الاحتلال في منطقة أم الدقن بقطاع البكاري مرتين متتاليتين قصف مركز استهدف معاقل قوات العدو في منطقة عظيم المجلود بقطاع أوسرت قصف عنيف استهدف مواقع تمركز جنود الاحتلال في قطاع المحبس اليوم قصف مكثف استهدف جنود الاحتلال المتخندقين في منطقة ببيرات تنشات بقطاع المحبس هناك معلومة تشير ان المحبس فيه اصابات بليغة وعدد من القتلى وقد تم نقلهم الى مراكشو اقدير يعني هذه معلومة وصلتنا الان فقط إذن اليوم خصوصا مع ما جرى في جنوبية تندوف حيث قام الفريق السعيد شنغريحا بتنظيم هذا التدريب يعني ميداني تاكتيكي بالذخيرة الحية بالذخيرة الحية في جنوبية تندوف ارتعدت فرائسه النظام المجرم في الرباط النظام الفاسد في الرباط النظام الذي يعول على الشيخات على اشطح واردح لربح المعارك هذا النظام اللي ما مقابل للتفاهات يوسم التافهين والتافهات يوسم التافهين والتافهات ويبحث عنهم هنا وهناك ليولمع صورهم وليقدم لهم العطايا وليقدم لهم القريمات وينكلوا بالشعب في المقابل ينكلوا بالشعب وبشرفاء الشعب وبشريفات الشعب ولكنه يكبر بالشيخات وبغي يربح المعارك بالشيخات وبغي ينجح بالشيخات وبغي يحقق تنمية بالشيخات وبغي يخلي هذا المغرب في مستويات علية بالشيخات وبشتيح وبالرديح وبالتفاهات وبالكذب وبالجوسة والمخابرات اللي مقابلة غرف النوم المخابرات اللي مقابلة غرف النوم يريد من خلالها دجاجته أن يصنعها مستقبل الغد أو مستقبل اليوم مستقبل اليوم والغد لأنه كل شيء عنده وشيط نجحت تبارك الله حينما تشاهد العياشة كيف يصبحون لسيدهم تقول هذا يبات يصنع التنمية ويظل يصنع التنمية وما يرقدلين يصنع التنمية للمغاربة وهو مقابل قاعد على الفشل في كل دقيقة وفي كل ثانية الجزائر اللي ظل نهار كامل ينتقدها والجزائر فعلت والجزائر عدلت والجزائر مسؤولة عن كذا والجزائر ما نعرفاش وما يعني شيء مصطلحات لأنه منين يلحقوا أحد النظام النظام يدعي الشرف النظام يقول لك أنا المملكة الشريفة يقول لك بأنه يرأسه شريف وهذا الشريف يتحذر من الأسرة الشريفة وجده شريف وجد اللي وراذاك شريف وعزاكم الله الكلب اللي يتجول في القصر شريف حتى الكلب عزاكم الله اللي يتجول في القصر شريف وأنا متأكد أن ذوك الحراص وذوك سمواء يعطو السلام اللي عزاكم الله الكلب الشريف داخل القصر أذي متأكد أنا منها بحاجة ما أعرفه ما يوجد من عبودية داخل قصور المجرم السادس أعتقد أنه حتى عزاكم الله كلاب الملك إن أعطالها التحية لأنها كلاب شريفة نعم عليها الله سبحانه وتعالى فأصبحت في كنف الملوك أصبحت يعني كلابا شريفا هذا النظام الذي يظل نهار كامل يصدر في قانوس قد حي لأخلاقي مشين يدل على تربية صاحبه ويدل على تربية من يشتغلون مع دجاجته في مواقع المسؤولية لأنه اليوم أنا ما لا أستغرب حينما أشاهد يعني هذا الخطاب المروش الجزائر ولقيطتها البوليزاريو الجزائر ولقيطتها البوليزاريو هذا خطاب مصدره ماذا يعني هذا الخطاب من ينقوله شي نظام عبر وسائل إعلامي يعطيه لشعب الكوليخ وذلك شعب الكوليخ يعيد تدويره كالبقرة التي تجزر في المساء ما كانت خلال اليوم ويعيدنا تدويره ويعيدنا إنتاجه ويرسلونه بأرياحية وما كان يحدي حاسبهم ولا يطرحون على أنفسهم الأسئلة ما يقولوا في وسائل إعلاميهم الجزائر ولا قطتها البوليزاريو ما هذا مستوى منحط هذا مستوى منحط لما تشاهد يعني وحدين يشتغلون مع النظام كمدافعين وتجدهم يجترون أسلوب زنقاوي والطرق مرتزقة مرتزقة في مقابل الجزائر التي توصف بكل هذه الأوصاف لا تعاملكم بالمثل ولا تنزلوا إلى مستوىكم ولا تخاطبكم بلغاتكم الزنقاوية التي تعلمتمها في منازلكم بعض المرات يعني حتى من أبائكم ومن أمهاتكم لأنه للي قبل على رأس يقول كلام كلام الزنقاوي معناه على أنه تربى في الزنقة وما هو بالدرورة أنك تربيت في الزنقة تقعد عندك الزنقة يحدث في الدار تقعد عندك الزنقة في الدار يحدث عندك ثناء الزنقاوي وسط الدار اللي هي الأب والأم يقولون كلاما فاحشا ويرددون كلاما فاحشا وأبنائهم يستمعون إلى هذا الكلام الفاحش وحينما يصبح واحد صحفي ولا يوتيبر ولا بلوغور والله ما نعرفهش فيصبح وردد هذا الكلام الزنقاوي لأنه يعتبره كلام عادي لأنه سمعه عنده في الدار سمعه في الدار لا تجد الجزائر تنزل لهذا المستوى ولا تخاطبكم إلا بكلام يعني أن أنتقدكم تنتقدكم لكن لما نجل فعل العمل العمل الميتاني نجل نشوف بماذا منشغل هذا النظام الهلكي في المغرب وبماذا منشغلون النظام الجزائري في الجزائر باش منشغل هذا النظام الملكي باش بمخابرات غرف النوم يعني ليست هناك مختبرات للعلم ليست هناك مصانع للابتكار ليس هناك علماء يبحثون عن تطوير القدرات العسكرية بشلاجات الحرب اليوم يعود بعد علاقة النظام الملكي قاد يتكلم ويتخاطب ويمرق عينيه ويدافع باش لا يتدافع يدافعوا بالشيخات اللي عندكم ورغم الشيخات لا أقصدوا بهم فقط هذو اللي يغنوا لأنه هذو الغن رغم ضحايا ضحايا سياساتكم لأنه لو كان عندهم مورد قار وعندهم حياة اجتماعية مستقرة وعندهم موارد مالية لا أعتقد أنهم سينبطحون إلى هذا المستوى أنا أتكلم عن الشيخات اللي ضايرين بالنظام الهلكي أنا أتكلم عن الشيخات الذين يشتغلون داخل دوالي بزريبة أنا أتكلم عن الشيخات الذين لا رأي لهم ولا فكرة لهم ولا يستطيعون أن يدافعوا عن مبدأ ولا يستطيعون أن ينتجوا شيئاً إيجابياً داخلها محيط المجرم السادس هذا هو ما اللي نصميهم عن الشيخات أما ما اللي فرضت عليها الظروف أن تقدم جسدها للجمهور من أجل باش تعيشها هذا كلام آخر لكن نتكلم عن الشيخات اللي مقابلين غرف النوم يصورون الناس ويتلصصون على الناس باش يصنعوا البطولات الوهمية في مقابل الدول الأخرى التي تصنعوا قائسة الصناعة وعقدة اتفاقية الدولية ومطورة قدراتها البشرية وقدراتها العسكرية والاقتصادية وزيد وزيد وتعيش شعبها بكرامة تعيش شعبها بكرامة فأصبح اليوم المواطن في المغرب بالنسبة له أن يكون عبدا شي عادي جدا عبد في فرانس أراه عبد في أمريكا أراه عبد مشال بلجيكا عبد في هولندا عبد خدم ما نعرف شي مهندس مهندس في شي ما نعرفه أنا أعرف واحد وأنا أصدقوني نعرف واحد من يعني من من يعني أصدقاء المجرم السادس وعصابته وزبانيته وإصحاب الظهار الهلكية يشتغلوا في النازة ولكنه عبد النازة 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 ولكنه عبد للنظام الهلكي عبد لذلك يقولون عم سيدي ولا تصلوا به خاص يجوا ولا عيد لوجي خاص يجي ولا أبغاوه في شي شي مهم خارج تالح خارج القانون يجي هو خدام في النازة ولكنه عبد عبد لماذا؟ لأن هذا النظام يستطيع أن يروض الناس على أن يصبحوا عبيدا ولكنه لا يستطيع أن يروضهم ليصبحوا أحرارا قادرين على الإنتاج تعالوا تشوفوا الجزائر عندها اليوم لما جاتكم الحرب تعالوا تشوفوا الجزائر كيف ستواجهكم وكيف ستتعاملوا معكم رأي لي تنشي تجيب لكم فيديوهات غورة في النوم باش تنصرواها تعدلوا بها إنجازات اليوم التدريب الذي يعني أقيم في في جنوب تندوف بالضخيرة الحية تعالوا تشوفوا يعني المشاهد اللي فيها شايش الوطني الشعبي زيارته إلى ناحية العسكرية الثالثة في يومها الثالث بإشرافه على تنفيذ تمرين تكتيكي بالضخيرة الحية بعنوان الحزم الفاني وواحد وعشر الذي يندرج في إطار تقييم المحلة الأولى لبنامج التحضير القتالي لسنة الفين وعشرين الفين واحد وعشرين يهدف هذا تمرين تكتيكي الذي نفذ بالضخيرة الحية إلى اختبار الجاهزية القتالية لأحدات القطاع فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية السيد الفريق استنعى في البداية إلى عرض قدم ولواء مصطفى اسمعلي قد ملخص هذا ملخص هذا الفيديو ملخص هذا الفيديو اللي رأى موجود على الصفحة هو أنه هذا النظام الجزائري اللي انتم تظلون نهار كامل الجزائر فعلت الجزائر عدلت الجزائر صنعت الجزائر الجزائر عدلت الصحراويين هي اللي كونت جبهة البوريزاريو وهذه رأى مقطع طرق وتأويهم الجزائر وتساندهم الجزائر وتصرف عليهم الجزائر وتوكلهم الجزائر وتشربهم الجزائر وكأن هذو الصحراويين طاحوا من السماء وطاحوا عند الجزائر نهار لي طيحهم ورانا سبحانه وتعالى إلى هذا الوجود طاحوا طاحوا بالمظلات فسقطوا في تندوب فسقطوا عند الجزائريين وتلقفتهم الجزائر حينما رأتهم يعني ينزلون من السماء فتلقفتهم قالت لم نرحب بكم أننا نبحث عن شيء يعني نصارع به هذا المغرب الناجح اللي حذانا هذه المملكة الناجحة ما شاء الله والمتقدمة على كافة المستويات تعالوا لنستعملكم ذريعا لننال من الزريبة شهد الفكرة هذا اللي روجته عطيته للشعب الجزائر فعلت الجزائر عدت الجزائر كل شي الجزائر يعني لا تعترفون بأقطائكم داخلين على أرض ليست بأرضكم كشفتكم كل التقارير الدولية كشفتكم حتى تقارير السياي وكشفت بأنه الحسن الثاني كان يضحك عليكم أضحك عليكم بالمسيرة الخضرة ولا السوداء ولا السفرة ولا ما عفاش وقال لكم تعالوا لنسيا نحرروا الصحراء المغريبية وتعالوا لن نعطيكم أحدكم ises ونعطيكم القرآن وتعالوا دخلوا لحرروا الصحراء المغريبية ودخلتمو وحررتم للصحراء المغريبية يعني هذا اللي استوانت هذا اللي استوانت أنه هذه الصحراء رفع هذا الصحراء ديان هذا الصحراء هو ما عارف لا صحراء ولا قط شافها ولا يعرفها ولا عنده شي علاقة بيها وما يقد يعيش فيها واللي يقولها أرض يقعيش فيها يسكن فيها على ما يسكن فيها هذو اللي يمشوا اليوم المحبس على ما يقعدوا في المحبس ويسكنوا فيها يبنوا فم ديارهم ويسكنوا فم يعيشوا وسط المحبس يكتقولوا أرضكم ويقعدوا فيها على ما تقعدوا فيها لا تغادرونها الدول الدول اللي تحتارم نفسها وتحتارم شعوبها تنشغل بما يحمي الشعب بما يعتق قيمة للشعب بما يساعد على نماء الشعب بما يساعد على اقتصاد الشعب ولكنتم لاهين في الشيخات لاهين في العفن مقابلين العفن مقابلين في المكان مقابلين في السجون قاعدين بالتنكيل بالناس قاعدين بالاستدعاات الليك في الفيسبوك تجيبوه يوفروا هذا الجهد اللي قايمين بها على المستوى الأمني في الخاوي لأن هذا ليس مستوى أمني أنك تقابل الفيسبوك رأي الفيسبوك ليس إنجازا لما ترصد من الناس كاملة التي تتكلم في الفيسبوك التي تنتقد الملك وتقول أنني أنا جهاز مخابرات شمن جهاز مخابرات؟ جهاز مخابرات من قبل الفيسبوك تنشوف الناس شي يكتبوه في الفيسبوك أنه كنت جهاز مخابرات تمشي تبحث عن المعلومة تجيب المعلومة تمشي تجيب شي حاجة اللي تصنع بها قدراتك العسكرية إلاجتك الحرب على الأقل تجبرك متحزم تجبر صمتك بعد شوي مجموعة أما الآن الآن بهذه التدريبات تعرفوا ما شو واقع في الرباط؟ مع هذه التدريبات ومع وصول شنقريحة أول أمس ويمن وأمس إلى المنطقة واليوم هذا التدريب الموجود في الناحية العسكرية الثالثة في الجزائر واللي هو تدريب تدريب راه رسالة ومرام يفهم بأنه فهم رسالة من الجزائر إلى المغرب هذا الزريبة هذه التي تعبث وتضحك ومقابل التفهات وتروج التفهات كل يوم ومقابل اللي أنا الصنع الانتصارات الوهمية ومقابل اللي بشي تبيع مع ترامب ومشي تبيع مع اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية باش جيب لكم واحد الوريقة تنشرها لكم في الفيسبوك ولا تنشرها لكم في صخافتها وأنتم تعيشوا عليها فرحاً وابتهازاً وأنتم حالكم وإنما ماشي إلى الأسوأ حالكم يعني يبكي 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 حالكم حال المغاربة اليوم يبكي في ظل هذه الملكية يبكي 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 حد اللي هو فعلاً حاس بما يجري اليوم جات التدريبات في الناحية العسكرية الثالثة ودجاجة وراوي فيبري في القصارة في الرباط روي فيبري هو من معه من جنرالات الجيش ومن أولئك الذين لا يعرفون ماذا يقدمون ولا يؤخرون وكيف سيتعاملون مع الوضع هذا الملك اللي يعني قاعد يرسلكم برويت هنا وهناك يهدد أوروبا ويهدد كل من يخرج عن عن هدفه ويقول ذلك النهار الصحراويين قطع طرق قطع طرق الصحراويين ذلك النهار علىه اليوم يتكلم عن الحكم الذاتي علىه يقول الحكم الذاتي كان شي حكم ذاتي نعطى قطع طرق كان شي حد عاقل في العالم يقول هو على أنه عنده مشكلة مع قطع طرق معينين يقول لهم بسم الله تفضلوا لكم وراعي لكم الحكم الذاتي نعطيكم الحكم الذاتي يقول طعا طرق تعالوا حذانا سكنوا حذانا واش هذا منطق واش هذا خطاب واش كون ينتج هذا الخطاب ينتج القصار اللي عنده عشرين ألف مستشار ينهبوا في الملايين شهريا ما لا أحد يسأله على إنتاجهم ولا شنو عدوا ولا شنو قدموا عنده وزارة إعلام قد لخلق ما دوروها ما معنى وجود وزارة الاتصال إلى تستطيع أن تصنع خطابة ما وجود الداخلية لاش فايد هذه الداخلية إذا لا تستطيع أن تصنع خطابا إعلاميا يمرر في وسائل إعلام تابعة لوزارة الداخلية ويعود خطاب واضح ما فايد هذا الشيء كامل وانتم كلكم فرق هنا وهناك كلكم يعني تقررون وتقرروا كيف ما بغيتوا يعني تفعلون كما تريدون في الزريبة لا أحد يحاسبكم على كلامكم ما كان حد يحاسبكم على فاشلكم إذا فاشلتم انتم ما عندكم على الفاشل نجاح الله يجيب النجاح الله يجيب والله لو كان عندكم نجاح لقدمته في لايفاتي ولكن ما عندكم نجاح شما النجاح عندكم عندكم الفاشل نقدمه كل نهار كل نهار نقدم الفاشل إذن في الوقت الذي ينشغل فيه النظام الهلكي بتتبع صبيته صبيته وأسطر عليها الصبيان اللي سيروا الزريبة الصبيان والله ما عندهم العقل والله ما يكسابوا عقل والله ما عندهم قرام من الحكمة والله ما عندهم علاقة بالتدبير والله لا يستطيعون بمجموعهم كاملين والله لا يستطيعون تسيير دوار واحد في الزريبة دوار والله أنا من تكرع لهم دوار أنهم يسيروا في الزريبة لماذا؟ لأنهم مجموعة من الصبية عقولهم رأي معروفة باش منشغلة مقابلين فقط حتى في إنتاج أعمالهم مقابلين هذا الجانب فقط هذا الجانب هو اللي ينشو دعم أنه ينتجوا شي فايدة شي تقرير مهم شي معلومات مهمة شي إنجاز مهم يقدوا يختموا عليه ينجحوه يعود في على النموذج للتنمية ويتقدمون به في الزريبة إلى الأمام لا لا مقابلين غير زيان مقابلين عمر راضي مقابلين فلان مقابلين الصحفي الفلاني مقابلين صحفي الفلاني اتهمه واحد بالتحرش فلان اتهمه بالتحرش فلان ما نعرفش عنده فلان جبدوا له فيديو ما نعرفهاش إيش هذه المخابرات وإيش هذه الصحافة عزكم الله الزبالة إيش هذه المخابرات الزبالة أشهد نظام الزبالة أشهد قصر ديال الزبالة اللي قابل هذه الزبالة تروج هنا وهناك أشهد الزبالة التي تنتجون للشعب وما أبغيت تحشموه يعني رغم ذلك ما أبغيت تحشموه ماشي واقعة واحدة تستفيدون منها يعني كل واقعة تنتجونها بعدها واقعة أكثر يعني خطورة وكارثية من غيرها كم من واحد رسلته عاد لاجئ في بلدان أخرى كم من واحد حسبوا معارضكم اليوم يلا حسبوا معارضكم اللي بالمناسبة أحيي التلفزيون الصحراوي الذي شرع في استقبالهم آه يا رعي شي أكشفتوا إعلام قطع طرق وأصبح يستضيف معارضكم وأصبح يستمع إلى معارضكم وأصبح يتحدثوا معهم ويتحدثون فيه بحرية يلا إلا كانوا هذو المعارضين يؤمنون بالملكية ويؤمنون بالملك وعندهم شي نظرة مختلفة عن إنجازات الملك ولن يمنعهم حد أنهم يقولوها في التلفزيون الصحراوي لكن هل فتحتم أنتم تلفزيونكم الحد؟ فتحتوا خليتوا حتل فيه السبوك لحد يتكلم فيه؟ حتى حد يتكلم فيه؟ اليوم صارت مصيفتين الواحد مسكين في نقولكم منين بالضبط واحد في ديومنات في ديومنات ديومنات نقابلين حتى الناس في ديومنات عندك تتكلم في ديومنات ولا تتكلم في شيء بني من الليل ولا تتكلم في شيء من دينا ما جابك أصحاب الحال يجيبك أصحاب الحال ولكن الشفار اللي سارق المال العام في دمنات وذاك اللي أصلا يعني اطحان الميزانيات في دمنات ما يتكلم مع أحد والعامل ما يتكلم مع أحد لأنه سارق حتى هو أكثر من الداخلية ولا يتحدث مع أحد ولا يحاسب أحد وما تتبعه على المخابرات ولكنها تتبع وشكون النشاطة مثلا قال لك اليوم اعتقال الرافيق محمد جافة وهو مناظر حزب النهج الديمقراطي بدبنات من منزله بحيط الاسمات وبعدها أزياد من أربع ساعات من التحقيق لأنه طبعا تلقاه سارق المالعير تلقاه سارق الملاير هذا محمد جافة جابروا عنده ابنين دخلوا للدار جابروا الملاير المماريار من المال العام جابرواها مخزنة أظراء كتب تدوينه اكتب تدوينه في الزريب اليوم اكتب فقط عبر على الرأيي في الفيسبوك أما تكلمنا عن وسائل الإعلام الأخرى اللي مقفولة عن الصحفيين اللي وسطها اللي قد يتكلموا اللي أي واحد يشموا فيه رحة انه اللي يبقى يتكلموا يعبر على الرأي يغسر ما يقولوا رأسه بالعجلة يعني يحققوا معه أربع ساعات بمفوضية الشرطة وحرروا له المحضر بسبب تدوينه ليتم يطلاقوا صراحي مؤقتا إذا تشكاعدوا لك وما يجيبوا يحققوا معاك ومن بعدها يقول لك وراك متابع في حالة صراح وتورام سارحينك يقول لك راحنا وقت ما بغينا نجيبوك نجيبوك لأن هذه هي الزريبة اللا قانون تعرفوا شونا اللا قانون اللا قانون ما كايلا حاسيب لا رقيب لا حد يقد يقولوا اللهم إنا هذا منكر قالوا له إن شاء الله لا يتمثل أمام النياب العامة يوم غد 19.21 بأزلال شوفوا عزكم الله قضاء الزبالة شوفوا قضاء الزبالة شوفوا محاكم الزبالة شوفوا مخابرات الزبالة شوفوا قصر الزبالة الذي لا يستطيع أن ينتج الحرية لا يستطيع ما يقد يكره الحرية نظام يكره الحرية لا يمكنك أن تكون حرا وسوف تكون عبد مع القطيع كون في دمنات والله كون في اسم هو في قصب التادلة والله كون في بني ملال ولا كون في ما بغيت المهم أن تصبحها مع القطيع وأن تكونها مع القطيع وإحنا اللي نرسمو لك يعني المسار اللي فيه إذن شوفوا البلدان فاش منشغلة الجزائر التي يضحكون عليها كل نهار ويصخرون منها وقالت الجزائر وحاكمين هالجينرالات وانتم مش حاكمينكم انتم قلون نغارش كون لي حاكمكم إلا عادت الجزائر حاكمين هالجينرالات انتم مش حاكمكم عندكم الديمقراطية من ضحكين عليهم فما صفار عندكم الديمقراطية عندكم حقوق الإنسان عندكم الملك ما شاء الله ملك الفقراء وزع ثروته على الشعب ملك يخطيب شعبه هو ينزل للتواصل معاه عندكم شي شي رئيس حكومة أصلا واش عندكم رئيس حكومة ولا لا عندكم شي وزاراء شي وزاراء فعلا وصلوا إلى المسئولية بكفاءة واستحقاق شا عندكم لا شي إذن لا تموت حقوق على حد وانتم ما ما عندكم شي بعد على الأقل نعود عندكم شي نقدم نقولوا عندكم نظام سياسي قوي عندكم مؤسسات فعلا يعني مؤسسات واضحات المعالم محتارة مع عبر العالم على الأقل تقدوا تستهز أم جيرانكم وتستهز أم تونس والله من موريتان والله من الجزائر والله وأستهز وقعدتما من فرنسا إلا عاد عندكم إلا عادتوا تقدوا توصلوا لمستوى مستواها في نظامها السياسي ولكن أنتم أصلا أكبر ديكتاتورية شفتانا في العالم أكبر ديكتاتورية شفتها في العالم أكبر أكبر ديكتاتوريين يسيرون اليوم زريبة ويسيرونها فقط بالمخابرات فقط ويجد تتخلقوا لأن الجزائر عندهم الجنرالات نحن الجنرالات وذلك شعب يسمع ذلك جنرالات الجزائر وتم يكررها يكررها يقعد في القهوة يكررها يدخل عزكم الله الاسم هو الدورة المياه يرددها يمشي للدوش يرددها الآن زكين غار يردد هو ما أعرف جنرالات الجزائر شبن جنرالات الجزائر شبن جنرالات الجزائر وتلفت بعد على هالشي اللي عندك أنت مرقار من دارك وشوف واشي عندك الديمقراطية وعندك الحقيق بعد تتكلم عن جزائر وتتكلم عن دولة أخرى اللي اليوم رأيها عدل التدريب بالذخير الحية وقالت لك شوف غار تم خربق انت انت أصلا تخربق تخربق في حياة المغاربة تخربق في تاريخهم تخربق في جغرافيتهم تخربق في اقتصادهم تخربق في اعلامهم تخربق في تعليمهم أو تعالى خربق من اللي تعالى حوز على الجزائر اللي قد رأيها هذه الرسالة اللي مشات له اليوم برأي يرتعد هو وذو كل الجنرالات الكبة اللي أصلا مزقنين به لأنه هذا نظام كامل يا عزكم الله دي الكبة نظام دي الكبة وصله إلى الحديد تتوصل ببعض المعطيات تنصدم تتوصل ببعض الأحداث الجديدة تنصدم تقول شهادة دولة هذه هذه دولة مزال قائمة الذات مساءة محمرة عيشة وتعدل قلك مؤتمر استضفنا 40 دولة للمحاكم الذاتي وهنا الحاكم الذاتي ويقعد لبوريطة فاهم يقعد قدام كرسيه وقدام ليكرون ويعطي الكلمة وتفضل انت الكلمة الفولاني يا بين يا غين يا بيسا وتفضل الحكم الذاتي ولدين الديمقراطية وحق الإنسان تماعطيت الديمقراطية حتى الناس اللي في الرباط تماعطيت الديمقراطية حتى الناس اللي في دمنات تماعطيت الديمقراطية الحد في الزريبة بقيت تعطيت الديمقراطية حتى الناس اللي في مخيمة العزة والكرامة اللي هما أحر منك انت واني انت اصلا قاعد في أرضهم ومحتل أرضهم ومستوطن ومستوطن أرضهم وقاعد يتبدل فيها كل نهار وقاعد تضيق على الناس وقاعد تحط مخابراتك وموليسك على ديار المناضلات والمناضلين الصحراويين تمنعهم حتى من الخروج من منازلهن شا الديمقراطية اللي عندك ولا تفتش الناس في الشوارع عارة تليفون تار عطينا التليفون وتفتش تليفون شوفهاش فيه صور ولا فيديوهات شمال حق هذا اللي تتكلمت عنه وبأي وجه تقد انت تتخاطب 45 دولة ولا 40 دولة ولا تخاطب غار دولة وحتى تقعد قدامها وأنت لا تتوفر على الديمقراطية ما عندكم ديمقراطية ما عندكم قانون ما عندكم محكامة ما عندكم ولا شيء هذا الشيء خاصه يريب يريب بشاء الله يقد يبتنا على فعلا على عسو السليمة اللي يتنفس من خلالها الانسان المغربي الحرية عندما قامعين الناس قاعدين قايصين الرجل في دمنات على تدوينه في الفيسبوك تحقهم أهربع ساعات واللصوص أحرارت ولا قاء لا حد يحاسبهم ولا يتكلم عنهم ولا يحقق معاهم ولا يستدعيهم حد أبدا إذن هذا مصيبة كحلا إذن فما يتعلق بالمعطيات اللي توصلت بها عفو اللي توصلت بها واللي داخلها في هذا الإطار يعني هذا النظام اللي يتدعي بأنه عنده انتخابات وبغي يعدل الانتخابات وسعبره الوطعي عنده عادي جدا ورهما كان لا حرب ولا أي شي ولا أزمة ولا شي احنا رأينا لين عدوا إن شاء الله الانتخابات في هذه 2021 ولا هين تخبوا مجالس جماعية جديدة ولا هين شاء الله وتستمر المسيرة وإحنا رأينا ما عندنا ولا شي لأننا ما عندنا لا وضع استثنائي ولا شي وهما رأيهم في الحفرة في الحفرة اليوم دجاجته فيبري كامل هو وسمه وجنرالة الجيش فيبري كل شي فيبري خايف خايف من المستقبل خايف شلي يوقع عغدا خايف بأنه لا تم تماد الجيش الاحتلال المغربي وتم مسيطرة على أرض الصحراء الغربية وقال عامل أهليها أنه ستشتعل المنطقة ولاش تعلت المنطقة رأيهم شافية هذاك شي كامل أراه دجاجته أراه ما يخرطط الآن أراه ما يمشي يبحث عن المساندة هون والدعم من الهي ويجيب هذا من هون ودخلوا في السيراء وفتح قنصولية وفتح ذاها حوشي هالغنم تم وفتحوا مني انت فتحوا شي قنصولية في الصحراء الغربية فتحوا حذاها حوشوا من الغنم حتى وحطوا فيه الغنم شهادة ديبلوماسية عندكم شهادة الحضار في الديبلوماسية اللي تتكلموا عنه شهادة الحضار في السياسة إذن لما يقول لك اليوم بأنه أراه عندنا انتخابات هاي وبلد قلوب التي نشوفوا هذه الانتخابات واش فعلا شو بغيتوا تعدوا بالانتخابات أو كيف بغيتوا تعدوا بالانتخابات حتى في الصحراء الغربية اليوم في العيون المحتلة الآن جاري عفوا من ضمن يعني المعلومات اللي توصلت بها في هذا الصياق يعني قضية الانتخابات يعني الناس تتكلم وتقول لك اللهم إن هذا منكر يعني يسر من الأشياء توقع الآن يعني لهن نعاتلكم ذا اللي توصلت به صادم حقيقة صادم صادم ولكن أنا بالنسبة لي نعرف أنه الزريبة هي هذه هذا هو واقعها ولا يمكن أن تترقى عن هذا الوضع عفوا الآن الآن رام ذوك الكائنات الانتخابية أو ذوك الكائنات التي تسمى المنتخبين أو المنتفخين ذوك اللي أصلا يعني النظام المخزني واللي مدصرهم لأنهما يطبق عليهم القانون هو خاص يطبق عليه القانون خاص يطبق عليه القانون وهما خاص يطبق عليهم القانون ولكن بحكم أنه لا مقد حد يحاكموا وهما مقد حد يحاكموا فإنهم يشتغلون بأرياحية الآن شي عدلوا الآن يجمعوا كذلك الكتلة الناخبة يعني يجيبوا ناس إبعاد إبعاد عن موضوع عن مثلا الدائرة الفلانية والله يعني يجيبوا ناس من خارج الدوائر الانتخابية باش يوطنوهم في هذه الدوائر وعدلهم شواهد السكنة ويقول لك راه هو فلان ساكن في الليد الفلانية وراك لي تصوت علينا راه من الآن من الآن توصلت ب عفوا توصلت بشهادة سكنة وبنسخة موجزة من رسم الوفاة هي هذا هذه نسخة من رسم الوفاة وهذه شهادة السكنة هذه نسخة موجزة من رسم الوفاة لمؤرخة فاش مؤرخة يوم 12 2 2020 وهذه شهادة السكنة جديدة يوم 11 فبراير 2020 تقول يعني يقول الخبر انه سحراوية قالها رحمة الله عليه قالها فاطمة الداودي فاطمة الداودي رحمة الله عليها توفات يوم 20 شتنبر 2007 توفات رحمة الله عليها يوم 20 شتنبر 2007 2007 احنا في 2021 واليوم قائد ما يسمى بجماعة الدشيرة الموجودة في قلب مدينة العيون المحتلة هذا جماعة اسمها بوكرا بوكرا في شارع جمال الدين الأفغاني لأنه فهم قيادة بوكرا وفهم جماعة الدشيرة هذا قائد جماعة الدشيرة وقع اليوم شهادة السكنة الخاصة بهاي السيدة اللي عند رحمة الله اللي توفات رحمة الله ع potrzeb 2007 اليوم الراقل لها القائد شهادة السكنة ومين ساكنها الراقل في المقبرة شهادة السكنة في المقبرة لا لا الراقل لها شهادة السكنة على أنها حية ترزق حية ترزق وهذا نسخة مجزة من رسم الوفاة إن قالها فاطمة رحمة الله عليه فاطمة الداودي مزداد يوم فاتح فبراير 1953 1953 بالعيون المحتلة والدها بن أحمد أمها كذا منت محمد هذه السيدة اللي توفات في 2007 اليوم قائد الجماعة مرق لها شهادة السكنة بش صوت في الانتخابات إذن شهادة المهازاله أشهادة المستوى اللي حقتوه أشهادة المستوى أشهادة المستوى اللي حقتوه أشهد المستوى اللي يلحقه القائد ويلحقه رئيس الجامعة لأنه قال لك بأنه القائد قال لهم أنا أنا قال لهم أنا اللي قال للحاج نعدله اللي قال للحاج نديره ولكن الحاج ماشي القانون الحاج ورئيس الجامعة الحاج ورئيس الجامعة ماشي القانون أشهد الزريبة اللي لحقتوا ويشهد المستوى اللي لحقتوه اش هاد المستوى اللي لحقتوه اش من الديمقراطي هذي تكلمو عنه اش كولنا يثيق فيكم اليوم اراه تجاوزاتكم اراه يعرفها العالم يندب 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 يقول اش هاي المصيبة الكحلة اش هاد المخزن هذا اش هاد المخزن هذا ما بغا قاعف تصنم عد خاربق خلوا الناس في بلدهم اللي في بلده واللي حيرة وحي واللي ميت لا يتنطرهم واللي متحت التراب تدخلوا في الانتخابات باش تنجحوا منين شايتنجحوا شايتعدلوا اراه جريمة جريمة اراه التصوير جريمة اراه اللي اصلا طالع عن الانتخابات ولا يستحق الانتخابات اراه جريمة جريمة في حقها لك وفي حق نفسك نشك عن الانتخابات شنه طيصة نطلع عن العود سارق طيصة ولا نعود انا حتانا نبيع ونشتري معا حمدي ولا نبيع ونشتري معا واحد ثاني طيصة تفقريشة راهي ما يتفقريشة خلوا الناس اللي عاد في المستوى يطلع عن الانتخابات والله لعد حد عنده شي برنامج انتخابي يطلع إلا خلكم هذا النظام ديال الزريبة ولكن أنا متأكد أنه مولي يخلكم لأنه أصلا يرعى الفساد ويبحث عن الفساد ويغذي الفساد وهو اللي صانع هذه التشوزات وقا يد ما يقد يقول الله ما أنا منكر ويرفض لا خاصه يدخل حتى هو ويوقع ووقع شهادة تسكن حتى هو حتى هو قال له الحاج يسنيها صافي المهم قالوا المهم إياك المدفونة في المقبرة والدنياني ما كمشكل عدوا لشهادة تسكنها ما شافنا حد عفوا رقم بطاقة الوطنية S-H-17-66-12 S-H-17-66-12 شاية المصيبة الكحلة شاية المصيبة الكحلة ونفس وضع آخر كذلك في منطقة أسرير أسرير بقليمي من محتل عفوا أسرير أسرير هذة أزريويلة عنده دائرة نقالها دائرة أزريويلة هالدائرة أزريويلة رام لسقور الانتخابات رام سقور المزورين رام الآن يحاول يغرقوا هذه الدائرة بأشخاص لا علاقة لهم بدائرة أزريويلة ولا يسكونون كهين منهم لائحة من فرنسا من فرنسا ساكرين في فرنسا ولكن عفوا ولكن سجلوهم في الزريويلة وقعد هو ساكن في فرنسا عنده شهادة سكنة في فرنسا وعنده الوثاق في فرنسا ولكن سجل في الزريويلة ولا يصوت في الزريويلة ولا ينجح المنتخب لفلاني اللي هو عالي عنيف في الانتخابات المقبلة واحد بوطر ريش حتى هو واحد من هن واحد بوطر ريش قال هذا بوطر ريش الأخضر ما هو بوطر ريش الأحمر ولا الأسفر ولا الأبيض واحد بوطر ريش الأخضر في بروكسيل ولا في بلجيكا ولا ما معرفش مهما شيء مكان من بلجيكا رأوا حتى هو سجل في إزريويلة ورأوا موحدين خارج إزريويلة رغم يستجلوهم الآن في إزريويلة وهذا الشيء كامل بيعاز من مبارك النفاوي لفائدة عالي عنيف اللي هو من زمرت عرب الفساد رعي لانتخابات الانتخابات طبعا الديمقراطية والنجزاها والشفافية الموجودة في قليمهم المحتل اللي أصلا نموذج يعني يحتذا بها عبر العالم أش من الانتخابات اللي عدتوا تخربقوا بهذا التخربق أش من سياسة هذه اللي عدت مبني على التصوير ومبني على وضع ناس ما عندهم عالا قبل منطقة شما الانتخابات هذه وشما تحشموا على رؤوسكم منين تطرحوا على رؤوسكم هذه منين تشوفوا هذا الشي والله تقراه والله تسمعوه والله ينكشف ما تحشموا ما تحشموا على أساس أنكم يعني ركما عندين شيف هيدا كارثة وما دمنا في أسرير هلين نختموا بقضية عفوا اللي هي مأساة يعني من المآسي ذاك النهاركم شفتوا بأنه واد صياد واد صياد جاء تسحاب جاء واد صياد في قليمي من المحتل وتوفى وشخصين رحمة الله يعاليهما من أهل العيناني أو العيناني إن كان ننطقي لهذا الخبر يعني سليمان اللي هما الأخوين السالك رحمة الله عليه وأخوه رحمة الله عمار العيناني السالك العيناني وعمار العيناني رحمة الله عليهما ذاك النهار كانوا في سيارة رحمة الله عليه هما يلين ظهرون نامشا وحدين باسمه بتليفوناتهم يصورون عملية لانقاذ البحث عن سيارة البحث ما نعرفاش سيارة جرفتها السيول بارتاجين الفيديو مع الصبح كذلك بارتاجين الفيديو البحث قال لك ميرواحية رسال وميرواحية للبحث الجثث في المنطقة وفرق الإنقاذ تبحث ومنين تبعنا طريقة باش نطرو سيارة من الوات لا يفعلها حتى ذوك اللي يالله بسم الله بدأوا في مجال الوقاية المدنية ذوك اللي يكون بسم الله يالله اني بدأوا بدأوا في بدأوا في اسمه في الوقاية المدنية ما يعدلوا هذه هذه الطريقة باش نطرو السيارة وقالوا النبي انهم يعني هناك سيدة مع شخصين داخل السيارة وظهرون على ان السلطات تبارك الله ودخلت وجاوا وفعلوا وتركوا ولكن جاتنا معلومات على القصة الحقيقية وماذا وقع وشكن ليتحمل المسئولية في هذه الواقع لأن هذه ارواح الناس هذه ارواح الناس هذا الجون دار اللي هيك في المنطقة را مخلص باش يحمي ارواح الناس هذا اللي في الوقاية المدنية مخلص باش يحمي ارواح الناس قدر الامكان قدر الامكان في الدول الديمقراطية كين الناس اللي فقدت حياته كين رجال دارك والله وقاية مدنية والله ناس فقدت حياته من إجل الإيقاظ الآخرين وأنتم في الزريبة قاعدين ينشترين ألف وآحد قاعدين عطلناه التمثيل والمصرح والسيناريو والطيارة وهنا هون وفي التالي مشاو الأرواح وفي التالي انطرتوا جثة وحدة ووحدة تميتوا الناس يلودوا لها فقط الناس العاديين هم اللي انتشروها من الواد إذن تقول المعلومات اللي توصلنا بها من حد ما نبغي أن نذكر اسمه حماية له من النظام الزريبة ليستدعى أي واحد فقط لأنه عدل تدوينه في فيسبوك في الأسبوع الماضي وفي فقط متأخر من الليل سجل واد صياد في طريق أسرير فاجعة يتحمل مسؤوليتها أولا الضرك الملكي في مدينة قليمي حيث تسبب في استشهاد شقيقين كان على متن صيارة من الحجم الصغير نوع رونو فانتين كان يقودها السالك عيناني رحمة الله عليه وإلى جانبه شقيقه الأصغر وعمال العينان السبب الرئيسي يعود إلى الكم الهائل من المياه الذي جاء به واد صياد تلك الليلة والجميع يعرفوا حجم القنطرة التي لا تصلح أبدا أن تكون في القرى هذه المنتفخين اليوم اللي دوروا رام ذكروا لي كذلك أنه هذه عملية التزوير اللي جرت في منطقة زرايويلة اللي مسؤول عنها ليس فقط ليس فقط مبارك النفاوي وعالي عنيف ولكن مسؤول عنها كذلك القايد اللي مرق شواهد السكنة اللي مرق شواهد السكنة لأشخاص لا يسكنون في المنطقة ومسؤول عنها كذلك الشيخ الشيخ اللي على أساسه هو اللي تقدم شهادة السكنة للقايد إذن المسؤولية مشتركة إذن تقول هذه المراسلة أن هذه القنطرة لا تصلح أبدا أن تكون في القرى فما بالك بأن تكون في طريق رئيسي والسلطات المحلية في المدشر تتحمل المسؤولية هامم الله على كل تلك الأرواح التي جرفتها المياه لأننا ندرك أتم الإدراك بأن حقنا سنأخذه عند صاحب الجلالة اللي هو الله سبحانه وتعالى ماشي صاحب الدجاجة دي الرباط اللي قاعد مسكن لناستراريق والشفارة والناهبين والخوان والمسترزقين قاعدهم على المناصب محاميهم إلى يومين هذا وعطي تعليمات للقضاء اللي لا يحاسبهم ولا يحاكمهم ولا تفعلوا في أي حق أي واحد منهم المحاسبة ويكتبوا حتى دوينه في دمنات ويجيبوا ويقولوا تعالى أنت التحقيق فعل من هنا إن شاء الله الشهر الجايرة غادي تعرض قدام قادي التحقيق والشفارة والنزهاء والسلاليك الذين يخونون الأمانة ويتسببون في موت الناس لا يحاسبهم أحد لا يحاسبهم أحد لأن في هذه الأرض سمعوا شي يقول لكم الناس ما هو أنا ما هو أنا خلي خطابي أنا الناس اللي معاكم فهم الناس اللي أصلا عايشين معاكم عايشين مأساة معاكم من قد يتكلمون لأننا ندرك أتم الإدراك بأن حقنا سنأخذوا عند صاحب الجلال لأن في هذه الأرض لا يوجد عدل لا يوجد عدل لا يوجد عدل والعدل أساس الملك العدل أساس الملك الكل متحكم فيه لا استقلالية أبدا للسلطة القضائية صرح ممثل الدرك الملكي بأنهم قاموا بمحاولة للتصدي للسيارة ولمنع أصحابها من المرور لكن الضحايا أصروا على المرور يعني بحل أنا حطيت باراج وجيت أنا بالسيارة وشفت الواد وجد عرمية قالوا لي لما تتخطى قلت لهم لا لأن الله يحدثنا تخطى لا 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 لابد خاصني أنا نتخطى من هذه الطريق هذه كان شي واحد يقدي عدلها وش هذا يحتار من المنطق كان شي واحد اليوم يقدي يقول جد عرمية لا أنا لا 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 خاصني نزوز لا ينزوز أنا رغم عن أنفك كان شي واحد يقدي يقول هالجد عرمية اليوم يا الكذابة يا أجهزة الكذب لم أحاسبكم حد تيتموا أطفال ودمروا أصار ما عندكم سوق تنيهانية شكون لي جاي من بعد شكون لي جاي من بعد لأنه لا يجو ضحايا وجو ضحايا وجو ضحايا لكن الضحايا أصروا على المرور وحدث ما حدث قاموا بإعطاء عذر أقبح من الذنب في حد ذاته فإذا كان ما صرح به الدرك تلك الليلة صحيح فكيف يعقل بأن يصرحوا بأن عدد ضحايا هم ثلاثة أشخاص ومن بينهم امرأة وفي الحقيقة السيارة لا يتواجد فيها سوى شخصان وفي الحقيقة وحسب تصريحها الشهود الذي كان يتواجد هناك بأن أصلا أصحاب المراقبة تلك الليلة لم يقوموا أبدا بوضع بوضع أي حواجز المراقبة ولا وضع أي إشارة تنبيه تفيد بأنه يوجد خطر بل قام الدرك تلك الليلة بإعطاء انظار بالإضاءة فقط من خلف شجرة من خلف شجرة وهو ما أربك السائق لنعرف هل هم مراقبين أم اللصوص فكيف يعقل أن يعطي الدرك إشارة من خلف شجرة والشهود يكادون ذلك ويأكدون ذلك ما بعد الحادثة ما يحز في النفس وما يزيد النفس ألما هو الإهمال الشديد الناتج عن السلطات المحلية من داخل مد شرق ليميم فكيف يعقل أن يتهاول المسؤولون من داخل المدينة في البحث عن إنسان وتكثيف الجهود من أجل عثوره على الجثث فبعد تصوير أنفسهم عن طريق إعلامهم الأصفر والافتخار بحضور مرواحية للبحث لم يتجاوز تحليقها دقائق جاءت لحفظ ماء الوجه لا غير فبعد وصول المساء غادرت فرق البحث المكان قبل الحصول على الجثث الثانية التي تعود إلى الشقيق الأصغر بحجة جواهية في اليوم الثاني وبالضغط مع الساعة الثانية عشر صباحا وصل أصدقاء وعائلة الضحية للبحث عن الجثث وفي تهاون وتنلص من المسؤولية من طرف الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة التي توقفت عن البحث في نفس الساعة وقفوا البحث عجلانهم أخصهم يرجعوا وبعدها باشر الأصدقاء وأفراد العائلة البحث لكن دون جدوى قرروا بعد ذلك فتح السد الكائن وسط والصياد لأن الجميع كان مدرك أنه يوجد داخله أي توجد الجثة داخل السد وبعد محاولات عدة وبمعدات قليلة جدا وبعد مرور ساعات تم فتحه بصعوبة ونحن في انتظار فراغ السد من حملته جاء أصحاب الصور للركوب على الحدث جاء أماني ذوك ذوك المتملقين والطبالة ذوك الذين يعني جايين فقط يتفرجوا في مأساة الناس ويصوروا في مأساة الناس كل هاش كل يرسلوا كي يرسلوا العراب كي يرسلوا اللي مع العراب كي يرسلوا مبارك النفاوي كي يرسلوا أنه يمكن الواحد رأس لحد بشي يجيب له الأخبار وبعد ساعة تقريبا تم ظهور جثة الضحية وتم انتشاله وبعدها انتظر جميع سيارة الإسعاف لنقل الجثة هذه سيارة إسعاف يعني يلموت انتظرها الجميع ما يقارب ساعة ونصف وكأنها قادما من مدينة الطنطان ويا للأسف هذه السيارة كانت لا تصلح حتى لنقل الحيوانات هذه السيارة حينما أتت بعد ساعة ونصف كانت لا تصلح حتى لنقل الحيوانات ماكم عارفين يعني ما نحتاج نشرح لكم هنا هذه العبارة ورا هذه الساعة في فيضنات على معتقد 2014 رغم جثة الناس ارتفتوا في شاحنة الأزبال ولم يحاسب حتى في قليمي من المحتل ارتفتوا في حافلة الأزبال وبالله عليكم شمن إنسانية هذه بالله عليكم شمن النظام هذا يقدر يتكلم ذلك ويتفخروا يعدل علينا المؤتمرات احنا يقولنا المؤتمرات نعدل لنا القنصوليات انت ما عدت الخير حتى في شعبك انت ما عدت الخير حتى في الموتى انت هذا جه الموتى حتى الموتى داهم الله سبحانه وتعالى أصبحت أرواحهم عند الله سبحانه وتعالى وبقى تجه نظرهم عندك وما قدت حتى تدفنهم كما يدفن البشر تدفنهم بحل حيوانات ترفدهم في حافلة في شاحنة المزاب الزبالة عزكم الله ولا ترفدهم في ناقلة لا تصرح حتى لنقل الحيوانات وبالتالي فالسلطات هي المسؤولة عن غرق الشهدين ويجب فتح تحقيق عاجل وفوري من أجل الوصول إلى الحقيقة التحقيق في الزريبة يذهب ولا يأتي التحقيق في الزريبة يأتي ولكنه يذهب وحينما يذهب لا يأتي لا يعود كل غار كمال طريقك داني هانيا ما كان مشكل لا سير المهم إلا أجبرت شي دورة أهرب منها هذا هو التحقيق في الزريبة ما كان شي التحقيق كل شي التحقيق شفتوا شي واحد وحاكم لكن حارقوا تركف طنطان لك الساعة رحمة الله يعلي في الشباك كم من طفل نحرق في الكار شفتوا شي التحقيق ظهر شي تحقيق تحاسب شي واحد الناس رأيهم قبضت أولادها ودفنتهم وجبرتهم محروقين وراهم وهكذا هكذا وزيد وزيد لا ستأتي حالة بعد حالة بعد حالة بعد حالة هذه قصة هذين الشابين رحمة الله عليهما السارك العناني وعمار العناني رحمة الله عليهما واحدان يعني من الضحايا اللي انضافوا إلى قائمة الضحايا المستمرين يوميا بدون محاسبة وبدون تحقيق وبدون أي شيء وسيأتي عليك الضار ليضحك ليضحك وليستهتر بكل ما نخوله يوميا لا يجيك الضار لا يجيك الضار لا يجيك ياما انتا ياما اهلاك ياما معارفك ياما جيرانك لا بد تشوف لا بد تشوف لا يبشر عليك واحتى هذو كل يصوروا ومشاوا يصوروا ولا مشاوا باش يصوروا حقيقة والله واحد من هذو كل يكذبوا في التحقيق ويقولوا بأنه ورا راه منعناهم ولكن ما يبغاوا حتنا انت رانك تقد في اية لحظة ان يقع لك اكثر من ما وقع علي لهذين الشابين رحمة الله عليهما لا قدار دور لا بد انك تؤدي كل من يؤذي الناس وكل من يتسبب في مأساتهم ينتظره القدر في مكان ما تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر بالمناسبة نعز عائلة العناني ورحمة الله على السالك وعلى عمر وزريبة يعني لا تأملوا انها فيها شيء اصلاح ولا يكذب عليكم من كذب راح ناش نعيشوه يوميا والحالات ما شاء الله يعني كل نهار الحالات يوميا تحياتي لكم والى اللقاء ان شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر